اهلا بيكو من كام يوم حصلت حالة من الزعر والخوف بين الناس بعد ظهور حوت نافق على احد شواطئ السحل الشمالي بمصر وبالتحديد في قرية هاسندة ويت سيدي عبد الرحمن تم تحديد نوعه وانه من نوع كوفيزو منقار طبعا دقاثار مخاوف المواطنين الموجودين هناك في القرية واللي كانوا بيقضوا عطلة عيد الاطحى المبارك وزارة البيئة اوسط بعدم القلق تجاه الوقع دي وانها ستعلن المستجدات لمعرفة اسباب ظهور الحوت ده هنا ناس كتير خافت وانه يكون حوت الارقة القاتل واللي هنعمل عنه فيديو قريب ان شاء الله لكن نوع الحوت ده هو كوفيزو المنقار هو من الانواع الشائعة في البحر المتوسط وغير مهددة بالانقراض كشفت المعينة ان الحوت النافق ده كان في حالة تحلل كامل وانه ميت من اكتر من 15 يوم تقريبا يصعب للأسف تحديد السبب الظاهري لنفوكه هو ظاهريا فيه تهتك في منطقة اسفل الرأس والادلة العملية كشفت ان الحوت ده مات في المياه العميقة باحدى دول الجوار لكن طبعا الطيارات البحرية جرفته للشواطئ المصرية وزارة البيئة قالت ان الانواع دي من الحيتان بتمشي في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للبحث عن الغذاء لكن للأسف لما احد الافراد بيدل طريقه عن القطيع ويدور عن الغذاء في اماكن تانية فبيقع في المياه الضحلة وبيتعرض بقى للاصابة سواء من قاع صخري او يغبط في احد المراكب او يوصل لمنطقة مش موجود فيها الغذاء بتاعه لفترة طويلة فده بيخليه عرضة للنفوك في حالة انفصاله عن القطيع تم تنفيذ عملية الدفن الامن للحوت النافق ده بعد فحصه طبعا واخذ عينات للبحث العلمي اوضحت العينات دي ان عمر الحوت ده تقريبا عشر سنوات ووزنه تلاتة طن ورفاس مركب السبب في وفاته طب نوع الحوت ده خطر على الانسان لو كان وصل لنا حي بص هو الحوت ده بيعيش في الاعمق بحثا عن الحبار خلال النهار والليل ده تقريبا واجبته المفضلة وبيأكل احيانا الاسماك والكشريات ولان ليس لديهم اسنان عشان يمسكوا فرائسهم تبتستخدم طريقة الشفط للتغذية هم بيمصوا الحبار بافواههم وبيطلعوا بس على السطح عشان يتنفسوا والنوع ده حساس للاصوات والضوضاء البشرية جدا وبتكون مصدر قلق ليه لان حيتان كوفيزة المنقردي بتستخدم الصوت للتغذية والتواصل والتنقل في المحيط طب ليه تسمى حوت الكوفي بالاسم ده بترجع تسميته لعالم التشريح الفرنسي الشهير جورج كوفي اللي وصف الحوت ده بكل دقة عام 1823 وده بناء على جمجمة غير كاملة وجدت على الساحل الفرنسي من البحر الابيض المتوسط الغريب بقى ان بعد الواقع دي بيومين تقريبا تدول برضو رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة تانية لزهور ثلاث كائنات بحرية حية وليست نوفقة خد بالك ظهرت برضو بس بشاطئ في قرية سياحية بالكيلو 67 في مدينة الحمام وان الكائنات دي من فصيلة حوت او سمك ارش حية وليست نوفقة وانه سيتم تحديد هويتها بشكل دقيق لكن بعد استكمال عمل الفريق العلمي لعلوم البحار بحث مصري بقى لعلوم البحار اسمه الدكتور محمود معاطي نبه على امر مهم جدا للوقاية من هجمات الارش واللي بتحصل في نفس التوقيت تقريبا من كل سنة وقال ان بحلول عيد الاضحى ومع نشاط حركة نقل المواشي للدول المطلة على البحر الاحمر في عدد من السفن بتتخلص من المواشي النافقة عبر رميها بمياه البحر سلوك اسماك الارش بيضغير لوجود مصدر غزاء سخي طبعا موجود وقال الدكتور محمود معاطي نصيحة للمصطفين خلال فترة الاعياد بالغردقة عدم السباحة في المياه المفتوحة او العميقة منفردا وبرضو عدم ارتداء اشياء لامعة تجذب اسماك الارش وبرضو عدم اثارة الفوضى بالشواطئ والضوضاء لان ده بيثير اسماك الكرش ربنا يسترها معانا كلنا ويحفظكو جميعا يا رب اتمنى يكون عجبكو فيديو النهاردة ودمتم في امان الله مع السلامة